خط إنتاج الدجاج وبيض المائدة العراقي مهدد بالإنهيار وبدأ يضمحل والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير حيث تضاعف سعر طن العلف الواحد من أربعمائة دولار ليصل إلى ألف دولار هذا الارتفاع أرهاق أصحاب الحقول وأدخلهم في خسائر مادية كبيرة أوصلتهم إلى درجة إغلاق حقولهم وتسريح العمال وهو ما ينذر بانهيار هذه الثروة الوطنية القطيع كلفنا مئة مليون الدجاجة تكلفنا خمسة عشر ألف عدل بالضبط كل أسبوع نسوق العلف بأربعة وثلاثمائة لازم ندايم فوقه النوب بثلاث ملايين حتى نجيب العلف ونكمل القطيع ونكمل التربية لهذا السبب لازمنا القطيع جزرناه كل يته ما فادنا بأي شيء خسارة صارت تسعين مليون رابطين الدجاج قطيع فالقطيع هذا كلفنا الدجاجة خمسة عشر ألف دينار فما قدرت أعلفه لأنه بسبب الأسعار العلف غالية كانت أربعمائة دولار هسا يكلفنا ألف دولار ليست وحدها حقول الدجاج من تأثر بهذا الارتفاع إنما تأثرت أحواض الأسماك العراقية أيضا وعلى إثريها رتفع سعر كيل السمك من ثلاثة آلاف دينار ونصف لكيل الواحد في الأسواق المحلية ليصل إلى ثمانية آلاف دينار وهو ما أحدث أزمة محلية وتهديدا للثروة السماكية العام حضراتكم يمكن كيل السمك بثلاثة آلاف ونصف هسا كيل السمك بثلاثة آلاف دينار ليش؟ العام طن العلف نحن نأخذه بستمائة وخمسين ستمائة دولار هسا حاليا طن العلف بألف دولار وألف وخمسين دولار ما يقارب مليون ونصف دينار عراقي زيان أنا هسا عندي بحيرة بها سمك كيلو وزن كيلو لازم كيلو وين نقل شيء صدر للسوق أريد علف أنطي ما عندي علف أنطي مو مهددة أصبح التسعين بالمئة مهددة هسا ظلت عندنا عشرة بالمئة والعالم قامت تجر ما عدا الأصابة ما عدا الغلام والأعلاف ارتفاع أسعار الأعلاف لم يأتي إلا بسبب غياب الرقابة على التجار المستوردين والحل بنظر أصحاب الحقول هو أن يحصر استيراد الأعلاف في يد وزارة الزراعة حتى يدعم المنتج البطني من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة